إن الغرب إمبراطورية أكاذيب وروسيا على غرار بلدان كثيرة أخرى خبرت ذلك مباشرة في العام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية هلفاءنا في التحالف المناهض لهتلر كانوا قد بدأوا يعدون المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي وبعد أربع سنوات في العام 1949 وضع الأمريكيون مخططا لعملية إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي هذه المخططات المجنونة بقيت حبرا على ورق والاتحاد السوفيتي قد طور منظومته للرد ولزم أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962 عندما وصل العالم إلى شفير الحرب النووية لكي توضع جانبا أوهام الانتصار هذه وليتم الكف عن التخطيط العسكري الأمريكي وفي نهاية الحرب الباردة لعب الاتحاد السوفيتي دورا محوريا في إعادة توحيد ألمانيا وتم الاتفاق على معايير جديدة في الهيكل الأمني الجديد في أوروبا وفي الوقت نفسه قطعت القيادات السوفيتي ومن ثم الروسية ضمانات أو أعطيت ضمانات سياسية بشأن عدم توسيع الحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق ولدينا سجلات في أرشيفنا وفي الأرشيفات الغربية عن هذه الوعود إلا أن القيادات الغربية لم تحترم يوما هذه الوعود ولم يزعجهم أن توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الهدود الروسية يمثل انتهاكا لالتزامات منظمات الأمن والتعاون الأوروبية وتعرض كذلك أمن الآخرين ولم يتوانوا عن تهديد البلدان الأخرى وفي العام 2021 إن اقتراحاتنا بالتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا من دون تغيير وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة قد رفضت واستمر الغرب في عسكرته في تسليح نظام كييف المعادي لروسيا وقد أوصلوا من خلال انقلاب دموي نظاما حليفا لهم لشن هذه الحرب الهجينة على بلادي وقد شهدنا كذلك تمارين عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في النيتو بما في ذلك سيناريوهات لاستخدام السلاح النووي على أراضي الاتحاد الروسي والهدف المعلن عنه كان انزال هزيمة استراتيجية بروسيا وقد بات واضحا بعد ذلك أنهم يعولون على أفلاتهم من العقاب أن بلدان النيتو بقيادة واشنطن لم تعمل فقط على تعزيز وتوسيع قدراتها الهجومية ولكنها قد نقلت كذلك المواجهة العسكرية إلى الفضاء الخارجي وإلى ميدان المعلومات ولاحظنا كذلك هذه النزعة التواسعية التي باتت تشمل كتلة كاملة في الجزء الشرقي من الكرة الأرضية وباتت تطال كذلك منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهدي ولهذه المهمة أن واشنطن بيزداد عقد تحالفات صغرى عسكرية سياسية تحت سيطرتها مثل التحالف مع أستراليا والمملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة اليابانة وجمهوريات كوريا وكذلك الاتفاق الربعي بين توكيو وسيول وكامبيرا ووالينغتون ومن الواضح أن هذه الجهود مواجهة ضد روسيا والصين وهي تهدف إلى تقويد الهيكل الإقليمي الذي بنية حول الأسيان ما يمكن أن يفضي إلى بؤر توتر جغرافية وسياسية جديدة بالإضافة إلى البؤرة الأوروبية التي وصلت إلى حد الغلايان ونحن نشعر أن الولايات المتحدة والبلدان الغربية التابعة لها قد قررت أن تحول مفهوم موندرو أو عقيدة موندرو إلى إسقاط عالمي وهذه الخطط قد تكون وهية ولكنها خطيرة للغاية وهي تتجسد بالنسخة الجديدة للسلم الأمريكي أن أقلية العالم تفعل ما في وسعها لإبطاء هذا المسار وأعلان فيلنيوس حول تحالف شمال الأطلسي قد عزز الشراكة بين روسيا والصين وأشير هنا إلى أن الرئيس ماكرون قد ذكر قلقه إزاءة اتساع مجموعة البريكس واعتبر أن ذلك يزيد الأمور تعقيدا على المستوى الدولي ويمكن أن يضعف الغرب ولسيما أوروبا إذن تمت إعادة نظر بالنظام العالمي كما هو بمبادئه وبمختلف أشكال تنظيمه وبالتالي نحن نشعر اليوم أن ما يقولونه هو إذا ما أراد أحد ما أن يجتمع من دوننا أو أن يقيم صدقات من دوننا أو من دون إذننا سنعتبر ذلك تهديدا لهيمنتنا إن تطور النيتو واتساع في منطقة أسيا والمحيط الهادئ جيد ولكن اتساع مجموعة البريكس خطير إلا أن هذا المنطق لم يعد مقبولا فثمت اتجاه لدى أغلبية البلدان هذه لتعزيز سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية وهي تريد أن تبني صدقات بين بعضها البعض وأن تعامل على قدم المساواة وأن تحمي مصالحها وأن منظمات مثل البريكس ومنظمات الأمن والتنمية تعزز قدراتها وتدافع عن حقها في تشكيل هيكل متعدد الأطراف أو الأقطاب جديد للمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة ثمت فرصة حقيقية اليوم لإطفاء الديمقراطية الحق على الشؤون العالمية وهذا يحدون إلى الأمل يحدو إلى الأمل كل الذين يؤمنون بتفوق القانون الدولي ويبدون إعادة أحياء الأمم المتحدة كهيئة تنصقية للسياسة الدولية تتخذ فيها القرارات حول كيفية حل المشاكل مع الحفاظ على توازن المصالح للجميع بالنسبة إلى روسيا هذا أمر مفرغ منه ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة لها تستمر في إذكاء النزاعات وفي تقسيم البشرية وهم يفعلون ما في وسعهم لتجنب تشكل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وهم يجبرون العالم على أن يلعب وفقا لقواعدهم الخاصة إذلك أدعو السياسيين والديبلوماسيين الغربيين إلى إعادة قراءة مثاق الأمم المتحدة بتمعون فأن النظام العالمي الذي قد أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية يقوم على المبدأ الديمقراطي المتمثل بمساواة الدول في السيادة كبيرة وصغيرة بغض النظر عن شكل حكومتها وعن هيكلها الاقتصادي والسياسي الاجتماعي الداخلي ولكن الغرب الذي يعتبر أنه متفوق على كل الدول الأخرى كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي أن أوروبا هي المتطورة وهي التي تمثل وحديقة مزهرة وكل ما تبقى هو غاب من الشوك ولم يخجل عندما أشار إلى تصاعد كرهية الإسلام أو كذلك إلى عدم التسامح ولم يشعروا بأي خجل عندما تم حرق القرآن وكذلك الكتب المقدسة الأخرى أن الإجراءات القمعية الأحدية التي يفرضها الغرب تمثل انتهاكا فاضحا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول وأن الولدان قد تحولت اليوم إلى ضخية لعقوبات غير القانونية لذلك نحن نشدد مجددا على ضرورة أن تكفى الولايات المتحدة عن حصارها غير القانوني غير المسبوق التجاري الاقتصادي والمالي على كوبا وأن تمتنع عن اعتبار كوبا دولة رعية للإرهاب يتعين على واشنطن ومن دون شروط أن تتخلى عن سياسة خنق فنزولا اقتصاديا وندعو إلى رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية الوحدية عن الجمهورية العربية السورية التي تقود حقها في التنمية إن أي إجراءات قمعية تتخطى مجلس الأمن وتمثل إجراءات قمعية يجب أن تنتهي لأنها تمثل محاولات الغرب التلاعب بنظام جزاءات مجلس الأمن للضغط على الدول التي لا تمثل لأوامرها هناك محاولات لإطفاء الطابع الأقراني على الأجندة الدولية من خلال غضي الطرف عن الكثير من الأزمات الإقليمية الأخرى التي لم تحل بعد برغم من أن بعضها يستمر منذ سنوات لبى العقود إن تطبيع الوضع في الشرق الأوسط يتطلب أحلاً لنزاع الإسرائي الفلسطيني بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية وقد انتظر الفلسطينيون سبعين عاماً لإقامة دولتهم ولكن الأمريكيين يهيمنون على عملية الوساطة وهذا يعني أنهم يفعلون ما في وسعهم لألا يسمحوا لهذا السلام بأن يقوم لذلك ندعو كل البلدان المسؤولة إلى أن توحد قوائها وتوفير ظروف المؤازية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونرحب بكون جامعة الدول العربية تعزز دورها في المنطقة ونرحب كذلك بعودة سوريا إلى الأسرة العربية وعملية التطبيع التي قد بدأت بين دمشق وأنقرة كل هذه التطورات الإيجابية تعززت بفضل جهود آلية الأستانة التي تدعو إلى تسوية سورية تستند إلى السيادة السورية ونأمل أن يتمكن الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة من الأعداد للانتخابات العامة في هذا البلد الذي عانى طويلًا ولأكثر من عشر سنوات ولم يتمكن من النهوض من اعتداء حلف شمال الأطلسي الذي دمر الدولة الليبية وسمح بوصول الإرهاب إلى منطقة الصحراء والساحل وأدى إلى تدفق الملايين من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وأنحاء أخرى من العالم ويشير المحللون إلى أنه حالما تخلى القدافي عن نظامه النووي العسكري تم تدميره وبالتالي لقد خلق الغرب خطراً كبيراً يهدد منظومة عدم الانتشار النووي برمتها ويقلقنا كون واشنغتون وحلفائها الأسيويين يعززون العسكرة في شبه الجزيرة الكورية وأن المبادرة الروسية الصينية التي تجتمل على مهام سياسية وإنسانية قد رفضت من قبل الغرب كما أن التطورات المأساوية في الوضع في السودان يعكس أيضاً التجارب التي يقوم بها الغرب من خلال تصدير عقيدة ديمقراطية غربية لذلك نؤيد كل المباشرات التي تهدف إلى توصل إلى حل سوداني وتسير الحوار المباشر بين كل الأطراف المتناحرة لقد رأينا كيف تمت الاستجاب إلى أو كيف تم الرد على الانقلاب الدموي في أوكرانيا في ببراير 2014 بعد يوم من التوصل على اتفاق حول الضمانات الأوروبية وإن الولايات المتحدة وشركائها قد دعمت هذا الانقلاب واعتبرت على أنه تجسيد للديمقراطية يقلقنا كذلك التدهور المستمر في الوضع في الولاية كوسوفو الصربية إن النيتو يقدم الأسلحة لأبناء كوسوفو وبمساعدة النيتو يتم انتهاء قرار مجلس أمن 2044 العالم برمته يرى كيف أن تاريخ الحزين لإتفاقات مينسك يكرر اليوم وذكر بأن هذا الاتفاق كان ينص على جمهورية مستقلة في دونبس ولكن كيف تنتهك ذلك؟ ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يجبر كوسوفو على إنفاذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين بلغراب وبريستينا في العام 2013 وبالطبع يشمل ذلك حقوق الغوية والحفاظ على الثقافات في كل الحالات أن الاتحاد الأوروبي يفترض أن يكون ضامنا لهذه الاتفاقات لا يعمل على إنفاذها ورأينا جميعا النتيجة بريكسل اليوم تفرض موجبات الوساطة أو خدمات الوساطة على أزربانجان وأربينيا إلى جانب الولايات المتحدة وياريفان وباكو كان قد اتفقا على الوضع لذلك قد حان الوقت لبدء ببناء ثقة المتبادلة وهناك جيوش وهناك وروسيا بالطبع تأمل أن يحصل ذلك نحن ندعو إلى استكمال عملية نزع الاستعمار بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة كما نطالب بإنهاء كل الممارسات الاستعمارية والنيو الاستعمارية وأن أفضل مثال للقواعد التي يريد من الغرب أن نعيش على أساسها هو مصير الالتزامات التي قطعت في العام 2009 لتزويد البلدان النامية بمئة مليار دولار سنويا لتمويل برامج مواجهة تغير المناخ وإذا ما قررنا هذا المصير بالوعود التي لم يتم الإفاء بها وبالمبالغ التي قد أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والأتحاد الأوروبي لدعم النظام كييف العنصري فقد أنفقوا مئة وسبعين مليار دولار إلى اليوم ستفهمون تماما ما الذي يريده ويفكر به الغرب حان الوقت لإصلاح هيكل الحكم العالمية الحالي يجب أن يعاد توزيع حقوق التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولابد من الاعتراف بالثقل المالي والاقتصادي لبلدان الجنوب ويتعين كذلك أن يتم لهيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارات الدولية بالعمل من دون تأخير أن توسيع مجلس الأمن وتعزيز تمثيله أساسي لكي نخرجه من هيمنة الغرب ويتعين على العضاء جدد في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين أن يتمكنوا من التمتع بسلطة في مناطقهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 ومنظمة التعاون الإسلامية ترجمة نانسي قنقر